سبب طرد الفنانة هند عاكف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي اهلا بكم متابعين قناة سيف ترند ياريت قبل ما نبدأ في حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واتشرفنا بالشراك في القناة تعرضت الفنانة المصرية هند عاكف لموقف محرق جدا اثناء دخولها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دوراته الاربعة واربعين وده لان افراد الامن منعوها من الدخول وطردوها كمان من الحفلة وحصلت مشادة كلامية ما بين هند عاكف والامن وقالت لهم ما ينفعش ابدا اللي بيحصل معايا ده انا فنانة ومن حي ادخل وبعد مشادات كلامية حصلت ما بينهم سمحولها ان هي تدخل في النهاية وترددت انباء عن سبب منعها من الدخول وده بيرجع لارتداءها فستان لونه ابيض وعليه صور فنانين مصر القدماء وده بيخالف الدريس كود او الزي اللي وضع رئيس المهرجان حسين فهمي وكمان هند عاكف اكدت ان منعها من الدخول مش علشان فستانها وكشفت اللي حصل لها ان هي تعودت دايما ان هي تحضر فعليات المهرجان كل سنة وان هي تفاجأت المرة دي ان هي نسيت الدعوة الخاصة بيها في البيت علشان كده حراس الامن منعوها من الدخول وكمان هند عاكف قالت محدش قاللي على الفستان اي ملحوظات او ان هذا يمنعني من الحضور ولكني غضبت لانني فنانة ولية الحق في الدخول ولكن نسيت الدعوة الخاصة بيها هذا هو كل الامر لكنها في النهاية برضو اثرت على الدخول وقالت ان في نجوم موجودين دخلوا في المشكلة دي علشان يحلوا الازمة اللي ما بينها وبين حراس الامن او افراد الامن ده كان موضوع حاليتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشرافنا بشارك في القناة اشتركوا في القناة